الكل يعرف سترة وتاريخ اهل سترة وثقافة اهل سترة لا يترك طاغية البحرين حمد الخليفة اي فرصة تتيحها الاقدار ليستثمرها للخروج من المأزق الذي اوقع فيه عائلته مع البحرانيين الذين اوغل في سبك دمائهم وانتهاك حروماتهم وسلب حرياتهم والتجاوز على مقدساتهم ورموزهم الدينية والسياسية لكن شعب البحرين الذي خبر هذا الحاكم الذي جبل على الغدر ما عاد يثق بوعوده وطروحاته للخروج من الازمة ولم يعد يرضى بعد سبك تلك الدماء الطاهرة من ابنائه الا بالقصاص من هذا الحاكم الظالم وزبانيته وحينها لم يجد الخليفي من سبيل للخروج من مأزقه سوى الاستعانة ببعض ضعاف النفوس ليتخذ منهم مطية لاختراق البحرانيين وتطويعهم لتقديم فروض الطاعة بالنسبة لي انا اعتبركم اهل البيعة وهكذا كانت مجموعة البحرين مستقبلنا التي لعبت دور حصان طروادة لتسويق طروحات النظام تحت ذريعة رفع معاناة الناس لكن تلك المجموعة التي تكشفت نواياها سريعة لا زالت امتداداتها تتحين الفرص لتمرير اجندتها فكان مرض اية الله الشيخ عيسى احمد قاسم فرصة سانحة ليظهر حصان طروادة مرة اخرى يمتطي صهوته الحاكم الخليفي بلباس الفروسية فيما يلثم الحصان رأسه مقبلا قرارات الاعدام واسقاط الجنسية وكل ما يضيق سبل العيش على البحرانيين رأس لن يرضى البحرانيون باقل من تدحرجه على الارض وحينها سيقبل البحرانيون بكل شغب ذلك الفارس والسيف الذي يطيح برأس الفتن والشر في ارض اوال احنا 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 اشتراك في electedكي احنا 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 تحمل المست 상태 الوثنان آكرا الكوبي